السلام عليكم ورحمة الله أنا حسين الربيعي لنبدأ بالدرس الأول في تصميم العلاب إذن نفتح Unity ونختار من هنا New Project New Project أنا أسمي Car Winner يعني أعمل سباق سيارات أنا أريد أختار هنا 3D أو 2D وهنا الباكجز أيدا أرفقها فالباكجز أحتاجي أنا الآن هذه باكجز هي موفرة من شركة Unity يعني تحتوي على مجموعة من الموديل سيارات رسومات تستخدمها عندها فأنا سوف أدرج الـ Vehicle اختارت 3D Vehicle اختارت مسار المشروع ثم قلعت Project بعد أن أصبحت بيت التطوير جاهزة نبدأ بالعمل Main Camera هي الكاميرا الأساسية الموجودة في الـ Project التي من خلالها ترى كيف يتم التصوير على الكانات الموجودة Inspector هي الخصاص خاصية هذه الكاميرا كيف تكون موقعها بالنسبة لـ X, Y, Z يعني موقع الكاميرا على سمثال هنا الـ Position بالـ X, Y و Z وهنا الـ Rotation تدوير الكاميرا وهنا الـ Skill الخاص بالكاميرا الـ Skill أكبر أزرع هنا لديك هذا المجلد الأسد أسد هو الملفات المرفقة تذكر أنا قلت لك أنا أضفت Car Car كموديل فالكار تجي تلقى هنا بـ ترى هذه الكار وترى هذه التفاصيل عن الكار وهذه الشكل الكار وهذه الموديل للصجار بـ Classes المرفقة بالكار أو الـ C-Sharer بـ Classes هنا هذه الـ Hierarchy هنا الأوبجكتات التي أنت تضحها كما قلنا انظر هذه الإضاءة هذه الشكل لأن أي object نضعه يعرض هنا في هذه الـ Hierarchy حتى أضيف Object تجد عدة طرق إضافة Object نذهب إلى Component من هنا وأضيف Add في البداية أضيف Plan أضيف أرضية للعمل هذه هي الأرضية الخاصة به عندما نحرك بالموز في الماك فيه 2 عصابعي وفي الـ Windows أحرك فيه هاي الدعبول معه وش سمون هنتم حسنا نبتعد قليلا طبعا هذا الشكل أبتعد أختاره حتى أحرك الشكل كما قلنا نسحب هذا نحركه باتجاه بعيد قريب ونحركه إلى الخلف إلى الأمام إلى الأعلى إلى الأسفل طبعا إذا أضعه في موقع الـ 000 فأضعه في الـ X000 أو أستطيع عمل لرسيت من هنا أقول لرسيت يضع لي في الموقع 000 أريد أعمل لـ School تجد عطة الطرق يعمل لـ School أستطيع أختار هذا وعمل لـ School بهذا الشكل و School بهذا الشكل دعنا نقول أنه سباق سيارات فنعرضون بهذا الشكل بهذا الشكل هذه المنصة أو الحلبة التي سوف يتمع لها يتمع لأساسها مرور السيارة هذا الشكل الآن إذا أنا أضع سيارة فذهب إلى Standard Vehicle Cars ثم Model أدرج السيارة شي جميل الآن أذهب إلى السيارة أنا أدق كما قلنا البوستجين الخاص بها أجعله 0000 فأقول لـ Reset هو يحطه في موقع 0000 بالنسبة لكاميرا إذا أذهب للسيارة أضغط حرف F سوف أذهب بالتحديد على السيارة يبدأ التحكم بأنظر هذه السيارة تستطيع أن تفعل بها ما فعلتها مع تلك تزعي تدويرها تكبير وتصغير وبشكل ذي أنت تريدها الآن أريد أن أغير هذه الأرضية الموجودة هنا أستجد عدة طرق لأتغير الأرضية أما أنا أضيف موديل جديد وهذا الموديل نسمي لأول مرة نكون فولدر Agreed فولدر ونسمي Materials وفي هذه المتيريال أنا أضيف من هنا Agreed وأختار أيش أختار Materials من هنا لأنني أنا أختارت فولدر المتيريال هو وضع لك هذه المتيرة داخل داخل الملف فأسأضعها سميها Background لو ترى هذه المتيرة هاي شكلها غير لون أعطي المثال إذا أجعل الخلفية لونها أزرق بهذا الشكل نظر أوكي أزرق الآن أريد أضع هذه الخلفية خليها تنفذ على هذه الأرضية أستعصحها فقط ألقيها تتحول الأرضية إلى خضراء طبعا هناك كثير من المتيريال الأصلا موجودة مع السيارات الـ Vehicle تستطيع أن تستخدمها الكار طبعا هاي المتيريال موجودة ممكن تستخدمها أنت هذه الجاهزة الخاصة بالسيارات أصلا نظر هذه الأرضية أو هذه أو هذه أو أي شيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا